شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتشين سفينة وادي الملوك التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل ورفع العالم المصري عليها وذلك ضمن افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض يأتي تتشين سفينة وادي الملوك التي تم ضمها لأسطول الشركة العام الجاري في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لابناء أسطول تجاري قوي لنقل التجارة المصرية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجية على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية